الموضوع اليوم موضوع في غاية الأهمية رح يكون الموضوع عن الروح القدس أو عمل الروح وأنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة موضوع الروح طبعا نحن كمسيحين نؤمن بقانون الإيمان المسيحي الواحد اللي بيجمع كل الكنايس لكن جزء مهم من العقيدة المسيحية نحن نؤمن بالله المثلث الأقانيم أقصد الآب والإبن والروح القدس منشوف كنايس كثيرة اللي بتحط الروح أو موضوع الروح القدس في إطار محدود نوعا ما وكأنه لا وجود له ومنشوف من ناحية أخرى كنايس اللي بتأخذ أو بتستخدم موضوع الروح بشكل متطرف اللي بحيد أو بيطلع عن الحيز الكتابي شو كلمة الله بتعلم اليوم إحنا رح نتكلم من كلمة الله عن موضوع الروح القدس ورح نكتشف شخص الروح بحسب كلمة الله ومن ناحية أخر رح نشوف أيضا عمل الروح الامتيازات والبركات اللي رح نحصل عليها من خلال الروح القدس فأنا بشجعك اليوم أنه فعلا تشاهد هذه الحلقة ما حلقة نحن للذان وعلى تابع عن اشترك حل عار رات فالي اللو 님�